جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا وانخفاض ملحوظ في منسوب نهر الفرات وارتفاع قادم في أسعار الكهرباء والإسمنت بمناطق سلطة الأسد مواضيع نناقشها في حلقتنا من برنامج واسم فأهلا وسهلا بكم أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج واسم والذي نناقش فيه أهم القضايا التي يحكيها السوريون أو يعلقون عليها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة احتشد عشرات المواطنين من أنصار حزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردغان وذلك بعد فوز حزب التحالف الحاكم وحزب العدالة والتنمية بالأغلبية البرلمانية وتقدم الرئيس أردغان خلال انتخابات الجولة الأولى من الرئاسة على باقي منافسيه نتابع هذا الفيديو من أنقرة في تركيا وفي ذات الملف أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عن عقد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بعد عدم قدرة كلا المرشحين المتصدرين الرئيس رجب طيب أردغان وكمال كليشدار أغلو على حسم الانتخابات من الجولة الأولى حيث حصل أردغان على نسبة 49.5% في حين حصل منافسه كليشدار أغلو على 44.9% إليكم أبرز التعليقات التي رصدناها حول هذا الموضوع وهي كثيرة من أتراك وسوريين وعموم الجمهور مواقع التواصل الذي يتابع بشغف هذه الانتخابات زكريا ترك يقول المعارضة لعبت على موضوع اللاجئين واستغلته جيدا وأردغان يخسر كثيرا بسبب ملف اللاجئين المرجو من كل المقيمين في تركيا الابتعاد عن المشاكل والتجمعات في هذه الأيام وعدم الدخول في أي نقاش مهما كان نوعه والكلام لزكريا تعليق آخر من علي أبو لؤي يقول لو كان المرشح واحد مثل عدنة كان من الجولة الأولى انتهت ويشير إلى الوضع في سوريا أما ميرا زياد فتقول لو عنا بسوريا كان طلعت النتيجة قبل الانتخابات للدكتور بشار الأسد تقول ساخرة للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد باسل حفار مدير مركز إدراك للدراسات من إسطنبول أهلا بك معنا سيد باسل كيف تقرأ نتيجة الانتخابات في تركيا سواء البرلمانية أو الرئاسية نعم تحية لكم ولمشاهدين المترجم بالحقيقة يعني في مرة الأيام القليلة للماضي بواحدة من ربما أعطاد أكثر الانتخابات استخداما في تاريخها وفي أحناك كما أظهرت الأرقام لاحقا أن حزم المسارة تتجاوز أحيانات كبيرة جدا لو ذا 85 أو 700 النتائج التي كانت إلى حد ما ليست مفاجئة وفي آية لكن ليست أيضاً مفاجئة التقدم الذي حققه حزب التحالف الحاكم أو التحالف الجمهور في البرلمان كان لافتاً خصوصاً وأن هناك كثير من الاستطناعات والتوقعات لم تكن تشير إلى تقدم كبير في هذا المسار ما هو انتخابات البرلمانية النتيجة بما يخص الانتخابات الرئاسية كانت إلى حد كبير مقاربة للتوقعات أغلب التوقعات كانت تشير إلى الذهاب إلى جولة ثانية أو على الأقل الفوز بنسبة بسيطة لكن الآن كما يعني هو معروف أصبح أو تقرر أنه الذهاب إلى جولة ثانية فيما يخص الانتخابات الرئاسية اللافت الأمر في هذه النتائج أنه الشعب التركي أو عموم الشعب التركي ليس يعني لديه تأييد كبير لدولة جهات أو لدولة شعبية متنامية لحزب العدالة والتنمية وهذا ما أكدت الانتخابات البرلمانية لكنه بنفس الوقت هو المدن الكبيرة بالذات مثلاً استقنبول لديها تحفظات كبيرة على القرارات التي يحملها الرئيس على عاتقه مثل قرارات متعلقة بإدارة الاسم الاقتصادية وربما قرارات متعلقة بقضايا متعلقة بالسياسة الخارجية التركية ولذلك من الواضح أنه جمهور واسع من شعب التركي خصوصاً في المدن الكبرى إسطنبول، أنقرة، إزميل وغيرها حمل أو لم يصوت للرئيس التركي وحمله تبعات هذه القرارات التي يتخذها سواء بالمعنى الإيجابي أو بالمعنى السلم هذه هي الأساسية التي يمكن إشارة إليها استخلاصها من النتائج لكن طبعاً هناك أيضاً قضايا أخرى تتعلق بمصير طيب، سنتحدث عن هذا الموضوع الآن في عدد كبير من الناس على مواقع التواصل تجلس وتترقب ما سيحصل في الفترة اللاحقة من دافع الفضول الآن هناك جولة ثانية رئاسية ماذا يمكن أن نقول للناس حول حظوظ كل الطرفين في الجولة الثانية؟ طيب أردوغان وكمال كل شدار أغلو يعني هو حظوظ الرئيس أردوغان بالتأكيد أكبر بكثير مؤشرات واضحة بهذا الاتجاه بداتاً هو أساساً في الاتخابات الحالية حصلة على نسبة بفارق نسبياً يعتبر كبير مع منافسية في الجدار أغلو الأمر الآخر نسبة حضور أو تفوق الخزب العدالي والتنمية وحولة فائلة في البرلمان الكبيرة المؤشرات الأخرى في الميدان لا تشير إلى قدرة كالكتار أغلو والمعارضة على التحقيق المزيد أو عدد أفارق كبير من الأصوات عن الذي يحققوه في هذه الجولة يعني معظم المؤشرات على الأقل حتى الآن تشير إلى تفوق أو إلى احتمالية تفوق رئيس أبو غال أكبر بكثير من تفوق المنافسية طيب إلى أي حد يمكن للمعارضة التركية أن تتحرك مستقبلاً ضد التحالف الحاكم؟ المعارضة التركية الآن لا أظنها قادرة كثيراً على التحرك ضد التحالف الحاكم لأمرين أساسياً الأمر الأول أنه أساساً حصة المعارضة الآن في البرلمان يعني تعتبر أقل بكثير من ما حتى توقعته المعارضة نفسها وبالتالي هذا يقيد من قدرتها على التأثير في أنظمة الدولة بشكل عام وفي التحالفات والمشهد السياسي بشكل عام الأمر الآخر أن المعارضة الآن تواجه العديد من التحديات بخصوص مسألة تماسكها هناك الكثير من النقاشات تدور داخل أبلغت هذه المعارضة وهناك التبادل للاتهامات من المسؤول عن الفشل الذي حصل سواء على مستوى نسبة أن يفشل على مستوى الرئاسي أو على مستوى انتخابات البابلمانية التراجع الكبير الذي حصل خصوصاً وأنه كانت هناك وعود وتوقعات وحتى نتائج مبكرة على نتعانها المعارضة بأنها متفوفات ومظهر أن هذه النتائج غير صحيحة اليوم مثلاً هناك أخبار متتاول عن استقالة مسؤولين في الحملة الانتخابية وعن مستشاري إعلاميين وعن رموز معينة داخل تحالف المعارضة يعني باختصار هناك نقاشات كثيرة تدور حتى حول تكريد طريقة توزيع المقاعد في الحصول عن المعارضة باختصار تماسك المعارضة الآن يمر بتحدي أو بأزمة ليست بالهينة وبالتالي هذا ينعف من قدرته على تأثير أيضاً بالمشهد السياسي أو بتأثير على تحارف حزب الحاكم الذي هو على العكس حصر على مقاعد متقدمة في البرلمان الأحزاب التي دخلت إلى جانب حزب الحاكم مرغم أن أحزاب جديدة حصلت على نسب ليست بالهينة نسبياً بالنسبة لأحزاب جديدة قادمة إلى البرلمان وحققت حضوراً أكثر حتى من ما كانت تتوقعه لها استطلاعات الرأي وما إلى ذلك لذلك يبدو قدرة المعارضة على التأثير في المشهد بشكل عام وعلى التأثير بالأقراف الأخرى أضعف كثيراً ما كانت عليه السياسي طيب بالنسبة للسوريين ممن يتابعون الآن ما هي السياسة المتوقعة حيالهم بالنظر إلى التصريحات الإيجابية من الرئيس التركي حيالهم قبيل الانتخابات وأيضاً تصريحات المعارضة نعم يعني أنا قلت سابقاً أكرر دائماً هناك العديد من الملفات طبعاً التي تعالى بها السياسة الأردية الداخلية التركية ملف اللاجئين واحد منها هي ملفات أكبر من موضوع الانتخابات معنى أن القرارات الأساسية والتوجهات الدولة في مقص هذه الملفات وخصوصاً منها ملف اللاجئين وأوضاع السوريين وغيرها هي قرارات أخذت على مستوى مجلس الأمن القومي الكركي وليست على مستوى حزب معين أو على مستوى حكومة معينة وبالتالي هي قرارات لا يتوقع أو بشكلها العام ونحيث التوجه العام لا يتوقع أن تتغير بسهولة سواء بحسب نتائج الانتخابات أو بتغير الحزب الحاكم يعني حتى لو حصل تغير كبير بشكل السلطة الحاكمة في تركيا فإن العكاس هذا التغير على الملف السوري بشكل عام وعلى أوضاع اللاجئين لن يكون مباشراً أو سريعاً كما يشاع وإنما سيأخذ وقتاً في حال أصل حصل تغير أوضاع الملف السوري أوضاع اللاجئين في تركيا وغير تركيا هو جزء من ملف معقد على مستوى دولي والوضع الحالي القائم سواء في تركيا أو في غيرها بالنسبة لما يخص السوريين تبلور نتيجة تفاهمات واسعة على مستوى دولي ونتيجة تفاهمات أحداث كثيرة وأحداث تغير في هذا المضع يتطلب أكثر من مجرد انتخابات أو تغير في السلطة أو بالأحرى أحداث تغير مباشر أو سريع يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك أي تغير سوف يأخذ وقتاً من سبيل هيئة هذه التعليقات التي قرأناها على ما سمعكم في بداية الحلقة وغيرها الكثير من السوريين الذين يتندرون على واقع الحال في سوريا وكثير من السوريين أيضاً صوتوا داخل تركيا ومارسوا الديمقراطية ربما للمرة الأولى كيف تفسر الحالة بين سوريا وتركيا في نظام الحكم نعم طبعاً بالتأكيد حجم الفارق الكبير بطريقة إدارة الأمور في بلد مثل تركيا وطريقة إدارة الأمور من طرف النظام في سوريا يعني طبعاً فعلاً هي مسألة لدى المقارنة تستحق التندر الفرق الشاسع بين احترام قرار المواطن هنا في تركيا المشهد السياسي حجم التجربة الديمقراطية ونضوجها الثقافة السياسية والوعي السياسي والمتراكسيات الموجود في أدهان الناس والأدهان الشعب الذي تراكم عبر سنوات من الممارسة السياسية وما إلى ذلك يعني فرق طبعاً شاسع جداً بين الطرفين وبالتالي يعني من الطبيعي أن يتحول إلى نوع من التندر خصوصاً بالطريقة التي يدير بها النظام يعني نظام حتى لا يدعب نفسه في آلية إخراج أو في طريقة الإخراج يعني حتى أسلوب الإخراج هو النوع السيء وواضح فيه الحالة الشكلية وواضح فيه حالة الاستبداد والتغلب على حد وعلى كل ما يخص المشهد الخياسي في المشهد السوريين إذن يجب أن تكون المستقبلة المقارنة بين المشهدين يعني محطة تندر شريحة واسعة جداً من المتابعين أو من السوريين أو أي جهة تتابع كلاً المشهدين وقيمة دار الأمور في بلد الخاتفية وفي حالة السورية أشكرك السيد باسل حفار مدير مركز الدراك للدراسات كنت معنا من إسطنبول شكراً لكم مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما يتحدث به رواد مواقع التواصل الاجتماعي ابقوا معنا أهلاً بكم مجدداً مشاهدين الكرام في برنامج واسم الذي نرصد فيه لكم أهمية تدوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوله رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر خفاضاً ملحوظاً في منسوب نهر الفرات موسيقى 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 اشتركوا في القناة وعدت حكومة سلطة الأسد وبشرت برفع أسعار الكهرباء والإسمنت حيث جاء ذلك على لسان وزير الكهرباء غسان الزامن في حين لفت رئيس اتحاد العمال التابع لسلطة الأسد جمال القادري إلى ضرورة إجراء دراسة لمعرفة متوسط إنفاق أسرة فقيرة إليكم أبرز التعليقات على هذا الخبر فادي التقي يقول في هذا التعليق الأمل الوحيد استقاض الحالمين ويشير إلى سوء الوضع المتدهور باستمرار في مناطق سلطة الأسد أما تيم أبو عاصي فيقول وطن موت بطيء إخلاص ربما يشير إلى شعار قوات سلطة الأسد أما أبو مروان فهد العطواني فيقول أول الرقص حنجلة والقادم أعظم وأبو هاشم أبو شقرة يقول خلص الحكي وبعد لول رايحين ينضم إلينا السيد فراس شعب والمحلل الاقتصادي من غازي أنت بأهم بك معنا سيد فراس برأيك لماذا تستمر سلطة الأسد برفع الأسعار في مناطق سيطرتها رغم التطبيع مع بعض الدول العربية والذي من الممكن أن يدر عليها بعض الأعطيات تحية طيبة الموضوع التطبيع اقتصاديا أخذ أكثر من حجبه بكثير الموضوع هو تطبيع سياسي لم يتحول إلى تطبيع اقتصادي وأعتقد أنه في المدى المنظور لن يكون له أي مردود على الأرض الوضع الاقتصادي في سوريا يعني متدهور تماما ولا تستطيع أي دولة معالجة ما تعانيه سوريا ومعالجة ضعف الاقتصاد السوري هذا إذا اعتبرنا أن النظام سوف يوافق على جميع الشروط الدول التي سوف تطبيع معه يعني هذه الدول لديها شروط لديها رغبات تجب أن تتحقق في الداخل السوري حتى يستطيع أو حتى تقبل بدخل أموال هذا كمان بفرط نظرون لك موافقة أمريكية وموافقة غربية على هذا الموضوع إن الموضوع ما زال بعيد جدا اقتصاديا ما يجري اليوم هو عبارة عن تطبيع سياسي محاولة خطوة الأولى لإنعاش العملية السياسية بشكل أو بآخر مع النظام بعد أن ترأت مستجدات خاصة بالنسبة لدول الخليج وواقع المنطقة بالنسبة لدول الخليج اليوم لديهم مشكلة في بقاء النظام ولكن لديهم مشاكل أخرى ومشاكل داخلية ومشاكل مع الكفتاجون وإلى آخرية جالي هذا الأمر لن يساهم في عادة إحياء النظام الاقتصاديا لا تستطيع لا دولة ولا دولتها لا سعودية ولا الإمارات ولا البحر ولا مصر لا تستطيع هذه الدول إنقاذ الاقتصاد السوري أنت في حاجة إلى مئات مليارات من الأموال وليس بضع مليارات يعني اليوم إذا دخل أربعة أو خمسة مليار في النظام السوري لن يتغير شيء هذا بفرض أنها دخلت إلى الحكومة السورية ولم تدخل إلى مؤسسات تابعة للأسد أو إلى ميليشيات أو أساد أو ما يحب هناك يعني اليوم هناك فرق ما بين النظام كأفراد ومن بين المؤسسات الدولة مؤسسات الدولة تتهالك تتداعى أفراد النظام والمن يدورون في فلك النظام تذيء سروتهم بشكل كبير جدا وهذه مشكلة يعني اليوم الدول التي ترغب في التطبيع من المؤكد أنها تدرس الحالة الاقتصادية السورية من ناحية الامتلات الأمني من ناحية عدم توفر بناء التحدية عدم توفر أنزمة وقوانين اليوم أصغر ميليشياوي في الداخل السوري يمكن له أن يغلق أكبر مؤسسة فبالدالي كيف نتحدث عن أموال والاستثمارات وأنت لكن سيد فراس يعني الحكومات من المقويمات الأساسية اللازمة اللي يعملية استثمارية في العادة الحكومات تبشر مواطنيها بحلحلة بانفراجة بأي شيء حكومة سلطة الأسد تبشر الناس بالارتفاع ارتفاع الأسعار والتدهور يعني حكومة الأسد حتى ما قبل الثورة ما كان يهم موضوع الأطراف وموضوع الدخل موضوع المستوى المعيشة ومستويات الدخل هذا أمر بالنسبة لهم هو أمر الثانوي ولن يتغير الموضوع خلال فترة الثورة استمر النظام في السياسة تجاهل احتياجات المواطنين والأمل على عكس ما ينربه المواطنين يعني وين بتشوف قرارات هي ضد المواطن فالنظام يسارع الاتخاذي من رفع أسعار من زيادة معدلات طريبة من رفع دعم من زيادة أسعار المواد المحروقات إلى زيادة أسعار الأسمدة وبالدالي أنت فعليا تساهم في تدمير الاقتصاد وتدمير الحياة الاقتصادية المواطنين طبعا البعض يتحجج أن الوضع الاقتصادي في سوريا سيئد أن التدعيات الليرة صحيح التدعيات الليرة تفرض نفسها على الشركات ولكن أيضا تفرض نفسها على أفراد فأنت عند اليوم عندما تقول أنني سوف أرفع الأسعار يجب أن يكون ذلك سياسة موازية برفع الأجور ويجب أن يكون رفع أجور حقيقي وليس رفع أجور وهمي يعني عندما تحدث عن مواطن راخب ولا يتجاوز 30 دولار هذا يعني في حسن الأحوال تماما الأجمالة نظر سوف تستطيع أن تفعل هذه 30 دولار أو 20 دولار في بيئة الاتفاع الأسعار فيها يعني لا يتوقف انخفاض العمل لا يتوقف بالإضافة يعني فوق أنه فيه تدهور في قيمة العمل وارتفاع فيه أسعار السلع يقوم النظام برفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات ورفع الدعم وبالذلك عندما نرفع أسعار الكهرباء ونرفع أسعار المحروقات والأسمن فإننا سوف نجاهد ارتفاع في أسعار البناء وارتفاع في أسعار النقل وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وبالذلك أنت بشكل أو بآخر حكمت على الاقتصاد بالتضخب بشكل كبير جدا خلال أيام القادمة طيب سيد فراس كيف يمكن الآن لسلطة الأسد أن تستوعب هذا التدهور وأيضا أزمة العملة الأسد لا يهمه استيعاب هذا الموضوع كان يهمه استيعاب الأزمة لما وصلنا إلى هنا الأسد آخر همه هو معلشة هذه الأزمات بالنسبة للأزد اليوم استمرار تجارة الكتغون وتعريب أو تعويم نفسه سياسيا هو ما يهمه يعني اليوم يحتفلون بالنصر المؤذر وهم يموتون جوعا يحتفلون بإحياء النظام وهم في وضع اقتصادي يرثله وبالتالي عندما نتحدث عن قدرة النظام على هذه أو حالة هذا الأمر يجب أن نتحدث عن رغبة قبل القدرة هل تتوفر الرغبة؟ إذا توفرت الرغبة نبحث عن القدرة القدرة بالمطلق غير موجودة ولكن الرغبة أيضا بالمطلق غير موجودة فبالتالي لن يتحسن وضع في سوريا وسوف نشهد ارتفاع في الأسعار وسوف نشهد حالات تضخمية وسوف تدخل الليرة مرحلة العشرة آلاف قريبا جدا وبين الطبيعي أن نشهد ارتفاع في الأسعار وحالات من التدهور على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي حتى على الصعيد الأمني أيضا لكن ماذا عن قدرة الناس على تحمل هذا الوضع بعجالة الناس يعني يحاولون التأقلب من خلال ضغط الانفاق بشكل شديد تغيير أولويات النفقات الاعتماد على عدة مصادق استردخل الاعتماد على الحوالات الخارجية هكذا يعيش أفراد من الزمين اليوم عندما تحدث عن سلة الغزاء السورية الموجودة اليوم في الداخل هي فقيرة فقيرة من المكونات الأساسية استبعدت منها الفاكهة استبعدت منها البحوم استبعدت منها الزيوت وبقيت على الحد الأدنى من بعض المواد الأساسية اللازم للعيش بالإضافة نظر إلى الرفاهيات فهي مستبعدة تماما الشعب السوري اليوم يحاول الاعتماد على ما بقي لديهم المتخرات بالإضافة إلى العمل في عدة مجالات لتحسين مصادر الدخل والاعتماد على الحوالات بشكل كبير جداً 70 إلى 80 مئة من الشعب السوري اليوم يعتمد على الحوالات الخارجية طبعا هذه الحوالات بالمتوسط لا تتجاوز 50 إلى 60 أو 70 دولار وسطياً ولكن اليوم في ظل تدخل القيمة للإرافة هي تساهم نوعاً ما في دعم استقرار المواطنين وفي دعم تأقلمهم مع الوضع السائد في الداخل أشكرك السيد فراس شعب المحلل الاقتصادي كنت معنا من مغازي أنت والآن مشاهدين مع مجموعة من التغريدات التي نعرض لكم فيها أفكار أو خواطر أو تعليقات على أحداث متداولة على منصات التواصل ضمن فقرة من أقوالهم نبدأ بهذه التغريدة من الشاعر السوري أنس أدغيم الذي يشرح أنه شارك في هذه الانتخابات فيقول انتخابات تركيا أدليت بصوتي في الانتخابات التركية بعيداً عن نخش الإصبع بالدبوس وعن بالروح بالدم نفديك إياه وعن النعم الحقيرة الذليلة التي تأتي تحت البستار العسكري والكلام لأنس أدغيم أما الإعلامية رقية تشيليك فتقول جولة جديدة في الانتخابات الرئاسية التركية ولكن الفرصة أقرب لفوز أردغان بعد تغريدة سينان أغان والتي أكد فيها أنه لن يضع يده في يد من أجبر محرم إنجا على الانسحاب من السباق الرئاسي تغريدة أخرى من الإعلامين نزيه الأحدب يقول فيها إذا خسر أردغان سيخسر بوتين حليفاً مهماً وسيخسر معه رئيس أذربيجان إلهام علييف كذلك سيخسر المواطنون العرب الذين استحصلوا على الجنسية التركية في عهده أي أردغان والذين اشتروا عقارات بهذا نصل مشاهدين وإياكم إلى ختم حلقتنا من برنامج واسم لا تنسوا متابعتنا على منصات حلب اليوم الرسمية دمتم برعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة